البصرة شريان الحياة الأول لاقتصاد العراق ومصدره الرئيس لتمويل موازناته المالية عبر نفطها المستخرج إلا أنها في الوقت نفسه تتصدر محافظات البلاد من حيث نسبة الفقر الذي يجلد سكانها ويضرب أقطابها وسائر أطنابها حتى بلغ معدل من يعيشون دون خط الفقر من أهلها نحو أربعين بالمئة وفقا لمكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة وعلى ما يبدو فإن مأساتهم قد عادت على أحزاب السلطة بالمنفعة فتلك الشرائح المغيبة في المحافظة تترقب أي أمل ينقذها حتى وإن كانت وعودا كاذبة لأغراض انتخابية مؤقتة لعل أحدها يصيب ويغير واقع البطالة والحرمان وينتشل أطفالهم من بين مخالب العمالة والأمية ولكن الوقائع تقول إن لا مصداقية لأي عهود فمن في السلطة وأصحاب القرار ينظرون البصرة وكأنها بقرة حلوب لا حاجة لرعايتها ولا حرجة في مواصلة استنزافها ونهب ثرواتها التي باتت غازات شركات نفطها وملوثاتها وبالا وبلاءا على سكانها الذين نهشت الأمراض أجسادهم وقتلت منهم المئات وأقعدت مثلهم وأكثر بعد أن ألحقت بهم أنواع من الإصابات وأشكال من الإعقات أهالي البصرة ينظرون بحسرة إلى بحيرات ومستنقعات النفط الممتدة ويؤكدون أنها لم تعد عليهم بأي فائدة سوى أنها أصبحت مصدراً ومسبباً لإصابة أكثر من تسعة وثلاثين ألف مواطن منهم بأمراض سرطانية بينما ينتفع منها من يتسيد الموقف من أحزاب وفصائل أحكمت قبضتها على المحافظة بقوة السلاح وسط صمت حكومي مطبق وهي تنظر غير آبهة للميليشيات التي تهرب النفط دون رادع ومانع فيما بات من المستدل والمؤكد أنها عاجزة عن فرض إرادتها على شركات النفط العملاقة أو ضمن تفاهمات جولات التراخيص المشبوهة من أجل دفعها للالتزام بضوابط ومحددات تضمن سلامة السكان ونظافة البيئة بل وإجبارها على دفع تعويضات للمتضررين فاستمرار تدفق الأموال هو الغاية والوسيلة معاً في العراق الجديد فقط